هاي بهذا الايديا وبهايك محل عطول بنفكر بشي ريليتد للتكنولوجي وريليتد لأشياء تساعد الناس فبهذا الفيديو حضروا لأخر كرميل تعرفوا عن ايديا ريليتد لتكنولوجي وكيف لتكنولوجي وكل بلدين العالم رح تبلش تشتغل عالتكنولوجي وتطورها بس بهذا الفيديو رح نحكي عن ايديا هي لتزونز تكنولوجي كيف تساعد الدفاع المدني خاصة والناس اللي عندها فير بأي محل مثلا ببيتها أو شي كرميل نشتغل عهذا الاساس ونطور لتزونز تكنولوجي كرميل تساعدنا بهذا السيستم اللي هو كتير كبير وكتير ضخم فتابعوني للآخر وآخر هذا الفيديو كرميل نتعرف عهذا السيستم وهلأ let's start so متل ما بنعرف بكتير بلدين بالعالم بلشوا يشتغلوا عالتكنولوجي وكيف عم بطوروها يمكن للمليتري بيربوس أو اي شي نحنا بهذا الفيديو رح نحكي عن تزونز تكنولوجي كرميل تطفي فير بي شي محل بالهوم أو شي بلدينج أو بأي شي وهيدي اكيد بتفيد الدفاع المدني خاصة أو سيفل ديفنس بأي بلد إذا اعتمدوا هيدا السيستم اللي هو بيعتمد على تزونز تكنولوجي وأكيد منجيب لتزون ممكن نحنا نجمعها أو هي بتجي جاهزة لتزون كلها بنشتغل على هيدا الأساس منصير ومنزيد عليها اللي هو المايكرو كنترولر اللي كلكم سرطة تعرفوه اللي هو الأدوينو الأدوينو وآخر شي هيدا الأدوينو مثل كاميرا كرميل يعمل ديتاكت للفير وهيدي أكيد مثل أدفانس مود منفوت فيها الكاميرا بس أول شي هيدا المايكرو كنترولر هو اللي بيخلي الدفاع المدني بلا ما يفوت على البيت يتحكم بهيدا الزون تكنولوجي كرميل يطفي أي محل عم بيصير فيه حريقة بلا ما هو حتى كشخص يتعرض لخطر وهيدي شغلة كتير كتير حلوة إنه بتساعد الدفاع المدني يبطل هو كأشخاص يفوتوا يطفوا النار بهيدا الزون تكنولوجي راح تسهل البروسيس كلها ومثل ما قلنا منزيد هيدا الكاميرا اللي هي بتعتمد على الAI كاميرا تدتاكت اللي هي الفير وبالدسكريبشن فيكن تشوفوا أو تقروا هيدا الارتكل كيف هيدا السيستم تبع الكاميرا بس تشتغل فنحن هيدا السيستم راح نزيده على درونز تكنولوجي كرميل آخر شي نعمل ايديا كتير حلوة وبتمنى عن جد حدا يعملها هيدا الايديا كرميل تساعده الدفاع المدني أو سيفل ديفانس بأي محل بلبنان أو بأي بلد كرميل نخفف على أو اللود أو أي شي على الدفاع المدني كرميل يطور أو يكون سيستم كتير متطور يساعدهم بهيدا المحل بالذات اوكي وبعد ما نزيد الماكرو كونسولر اللي هو الأدوينو على هيدا السيستم فينا نحن نعمل مثل كونكشن بين الزون والبامب تبع الماية تبع الدفاع المدني عبر نبريش أو أي شي كرميل توصل البامب بالدرون وأكيد فيه رح يكون موتور بالبامب كرميل يدخ الماية على الزون وبميلة الزون اللي هي عم يتحكم فيها الدفاع المدني بيكون من برات البيت بيكون فيه مثل جيت أو أي شي كرميل بس يصير فيه ديتاكت للفاير تزد الماية اللي هي عم تعمل البامب لإله من الخزان طبع الدفاع المدني وهكي بتكون اكتملت هيدا السيستم أكيد فينا نزيد عليها الكاميرا مثل ما حكينا اللي هي بتعمل ديتاكت للفاير إن ريل تايم وأكيد بتعمل ديتاكت لأوبجيكس يمكن مثلا إذا كان فيه أشخاص يسمح الله بالبيت وهي الفاير موجودة هيك بتعمل متل ألرت للدفاع المدني اللي هو عم يتحكم من التزوم من بره أو بلا ما يفوت على البيت لجوه بيعمل متل ألرت هيدا السيستم إنه فيه شخص هيدا السيستم ديتاكت لشخص جوه تلبيت كرميل هيك بيضطر يفوت الدفاع المدني الساعته كرميل يخلص هيدا الشخص من جوه غير هيك ما بيتعرض أبدا للخطر الدفاع المدني وهيكي منكون خلصنا السيستم كله سو بليز بآخر هيدا الفيديو ما تنسوا تلايك زي فيديو انسبسكراب ما يوتيوب تشانل وكمنت بلو أراءكن عن هيدا الفكرة بالزات اللي هي رح تساعد الدفاع المدني ان جانرال مش بس بلبنان بكل البلدان اللي رح يعتمدوا هيدا لتزونز تكنولوجي رح تساعد الناس ان جانرال عبر هيدا السيستم اللي حكينا عنو وما تنسوا تشكزة ديسكريبشن بلو كرميل أرتيكل طبع السيستم اللي رح نشتغل علىي يوزين الكاميرا والمايكرو كونترولر أكيد وليز ما تنسوا تشار هيدا الفيديو لأشخاص عم يشتغلوا على السينير تروجيك مينويل تانكيو and stay tuned